دين العظيم النادي الأهلي وخلينا نبدأ بكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب بنقوله ألف سلامة وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة حضراتكو عارفين كابتن محمود الخطيب متواجد دلوقتي في فرنسا لمتابعة العلاج هرجع وراء شوية من أيام ما كان كابتن محمود الخطيب موجود في مصر والصورة قدام حضراتكو دي يعني كانت فيه دعوة حميدة طبعا من ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بدأة الكابتن محمود الخطيب لحضوره الديربي الفرنسي ما بين بي ات جي ومارسيل وطبعا كان فيه اترحاب كبير جدا ومش هتكلم على شخصية الكابتن محمود الحقيقة شخصية زي ما بنتكلم شخصية تنال احترام الجميع وجوده في الديربي الباريسي كان بيطمنا على حالته الحمد لله الكابتن الحالته الحمد لله مطمئنة جدا زي ما بقول لهم حضراتكو يمكن الحالة الصحية الكابتن محمود الخطيب بضغوط كتيرة جدا جدا والشغل الكتير طبعا بيأثر ما فيش شك على الحالة الصحية كان متواجد قبل كده كان موجود في القاهرة وبعدين سافر زي ما حضراتكم عارفين في الـ Pre-Season للنمسا مع فرقتنا وكان متواجد أنه بشكل يومي مع الفريق بيتطمن عليه وبيتطمن على استعداداته للموسم الجديد في آخر المعسكر كان فيه وعقة صحية قد على الأطارة طبعا راح لفرنسا وقال أنه حيكمل إن شاء الله رحلة علاجه في فرنسا قال في سلام لكابتن محمود الخطيب الحقيقة اللي أنا عن كورب في الفترة اللي فات الحقيقة بيعمل مجهود غير طبيعي ضغوط كتيرة جدا كابتن محمود الخطيب ما بيصفش كله صغيرة وكبيرة بالنسبة للنادي الآية وخاصة فريق كورت القدم بيتابع كله صغيرة وكبيرة حتى دلوقتي موجود في فرنسا لكن متابعة دايما مع الفريق الأول مع طبعا الكابتن خالد بيبو ومارسل كولر